هل الكراهية ممكن أن تصنع؟ يعني هل لها مصانع؟ ولها تصديرات وتعبئة؟ وهناك شيء من هذا القبيل مر في تاريخنا الحديث وتاريخنا القديم هناك مصطلح ظهر بعد 11 من سبتمبر عام 2001 وهو صناعة الكراهية صاغه ونحته فريد رفيق زكريا أستاذ الفلسفة السياسية مقدم برنامج شهير على شاشة CNN وفيه يؤكد أن الكراهية تحتاج إلى صناعة ومجهود وفكر ودراسة كان المصطلح وقتها يعني عن أمريكا التي بعد سياسات كثيرة خلقت حالة من الكره في المنطقة العربية بعد احتلال العراق واحتلال أفغانستان مع الوقت اتشفنا أن النظام الخميني في عام 1979 كان سباقا في ذلك حيث أنه اشتغل على هذا المبدأ بدراسة ودقة بدءا من المناهج الدراسية التي كلها تركز على رفض الآخر أو تكفير الآخر أو العمل على استبعاد الآخر واستعباد الآخر وتحويله إلى أداة في مشروع استعماري كبير من هنا ظهرت النظرة الدونية لمن هم ليسوا من القومية الفارسية وليسوا من المذهب الشيعي الاثنى عشر حتى الجغرافيا لم تسلم من تلك الصناعة التي تسعى إلى خلق العداوة فكل من كان ضمن الإمبراطورية الفارسية القديمة ستجدونه مدرجا ضمن الأراضي الفارسية بالألوان في الخريطة كما أن صناعة عدو قريب وعدو بعيد هي صناعة خمينية بامتياز فلغرابة أن يكون العرب هو العدو الأقرب وأمريكا العدو الأبعد ولن تجد إسرائيل مثلا مدرجة في أجندة العداء الإيراني المكتوب وإنما هي مجرد تصرحات جوفاء وفقط هنا محاولة للغوص في تفكيك هذه الصناعة التي تنبني على الكراهية وتوليدها من كل ما هو عقدي وعرقي وجغرافي